بسم الله الرحمن الرحيم هنكمل الجزئية الخاصة بتاعتنا من خلال المسألة بيقول لك consider an investment that cost تكلفة اللي عندي 100 ألف دولار and has a cash inflow تدفقات نقدية positive 25 ألف every year لمدة 5 سنوات the required return is 9% سعر الفايدة المطلوب the required payback period عند 4 سنوات what is the payback period نحسب the payback period what is the net present value كين حنا بنحسب حاجات متعددة should we accept the project هل هذا المشروع مقبول أو غير مقبول what decision rule should be the primary decision method الحل اللي عندك لو انت حطيت cash flow diagram والnet present وجبت cash flow diagram بتاعتك لا تأخذ في اعتبارك سعر الفايدة في البداية يبقى the payback period بتاعتك عبارة عن 4 سنوات لو أنت مخدتش سعر الفايدة في حسابك لكن لو أعدت تقييم المبالغ دي بأنك أنت تضربها تجيب الـ discount cash flow تضربها في الفاكتور كل حاجة من دي تضربها في الفاكتور to find B given if وسعر الفايدة المتعرف عليه 9% وإن حيث أن تأخذها مرة بسنة تجيب الرقم ده مرة بسنتين تجيب الرقم ده مرة بثلاثة مرة بربعة مرة بخمسة يبقى في الحالة دي هتلاقي أنك العدد السنوات اللي عندك هتبقى خمسة وي خمسة وجزء معين من السنة لأنك أنت في discount اللي عندك لما بتطرح الرقم ده من 100 ألف لحد ما وصلت لهذا الرقم بعد كده هوت هيبقى الرقم عندك B negative يبقى أنت استردت أموالك بعد سنة 2, 3, 4, 5 وجزء من السنة اللي عندك لأنك أنت بدأت تأخذ في اعتبارك time value of money اللي عندك لو هنا إجزامبل بسيط أيضا الـ investment الأول 28,700 وبيدر 15,000 ثم 13,000 ثم 10,000 احسب الـ net present احسب الـ internal rate of return اللي هو سعر الفايدة هنأخذ بالتفصيل internal rate of return احسب الـ buyback احسب الـ present الـ profitability index اعتبر 12% الربح اللي عندك and what interest would you indifferent about choosing the investment لو حسبنا الـ net present value طلع بسوق كلام الـ payback period طلع بسوق كلام الـ profitability index طلع بسوق كلام ده كلها حسابات سهلة وبسيطة ممكن تعتبرها assignment وتبدأ تحسب ترسم الكاشفرود يا جرام بتاعك تقول والله أنا أنا هوك الراجل ده هيكلفني في البداية 28700 ثم هيدر في السنة الأولى مبلغ الثانية مبلغ الثالثة مبلغ الأولى هيدر 15000 الثانية 13900 الـ 14300 عشان تجيب الـ net present اللي هو حسبها يناوت هيبقى تقول والله ناقص 25700 مش هيدربه في حاجة زائد 15000 هيدربه في factor to find be given if وحسب سعر الفايدة وسنة ثم الـ 13900 هيدربه في الفاكتور be given if وحسب سعر الفايدة وسنتين زائد الـ 10300 هيدربه to find be given if وحسب سعر الفايدة وثلاث سنين يطلع الكلام ده الـ payback periods هتشوفها يسترد المبلغ بتاعتك بعد كم سنة وهكذا هتضيف المسألة للـ assignment problem find the best project by using simple payback هتهمل سعر الفايدة payback method لو كانت عندك 20% per year وأشكركم الـ assignment الثانية نفس الحكاية بس في عندي consider investment cost عبارة عن 200 ألف وبعدين الـ inflow 35 ألف وسعر الفايدة 10% وعدد السنوات 5% and require payback بتاعتك عند 4 سنين هتشوف الـ payback بتاعتك لو أقل من 4 سنين هتقبل لو أعلى من 4 سنين ترفض تجيب net present value تحسب الـ profitable index تحسب هل تقول والله هل المشروع بتاعتك ده accept ولا not accept which channel should be انت تستخدم من فيهم payback ولا net present ولا profitable index ولا أي طريقة من الطرق العام